كأختصاص أطفال أكتر مشكلة واجهتني مع الأطفال اللي عم بيجون أثواء من المخيمات أو من الضمن الداخل السوري مشكلة السلسل بوليد ناجم عن الخوف من قصف الطيارة المجفى أنشئت قريباً بال2012 بال2013 تقريباً تعرضت المشفى لقصف الرشاش وطيران فعملوا هذه السواتر لحماية الكادر لدينا قسم الإسعاف المريض اللي بيجي من الخارج أو من أي مخيم أو ضيعة قريبة للمشفى بدخل على الإسعاف لدينا مباشرتان بيكون في طبيب بتواجد طبيب إسعاف على مدار 24 ساعة عاد الكادر التمريدي الكامل من ممرضات نساء مشان السيدات اللي بيجوا من التمريض ومن فني التخدير هدول بيكونوا جاهزين على مدار 24 ساعة لاستقبال أي حالة بتجي من الخارج نحن حالياً أمام قسم العمليات بمشفى أطباء السلامة التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود هون عبارة عن عمليات الجراحة العظمية والجراحة العامة بتنفي بعد فترة طويلة من الشغل وخاصة أنه ضغط 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 يعني خلال مثلاً أحياناً بسبب ضغط العمل خلال ثلاث ساعات متواصلة يمكن واحد مايلحق ياخد نفس فيها يعني أنا أهم الشي عندي أنه فنجان القهوة يعني لازم أعهد وهيك أشرف فنجان القهوة شو من كان يكون ولو مدة دقيقتين قسم التصوير الشعاعي بالمشفى طبعاً قسم التصوير الشعاعي بيقدم كثير خدمات مهمة للمشفى نحن المريض بيجي عنا إذا كان بي حاجة إلى صورة صدرية وإذا كان إصابة حربية يفيه إصابة عنده بأي مكان القسم كثير عم بيقدم خدمات كثير كبيرة ضمن المشفى أنه نحن معاً بنبطر نبعث المريض لمكان آخر حتى يصور الصورة كان صح اللي عمل في ألمانيا ومتل ما بيقولوا وهيكي بس أنا رفضت أنا رغبتي في سوريا أنا أولاد بلدي بحاجة لأنه والمقص الشديد من الأطباء اللي صار طبيب أطفال يعني أنت بالأخير هدول أولاد اللي تأثر فعلاً نفسياً وجسدياً ومعنوياً ومادياً هن أكتر شيء متأسرين كانوا من لساء والأطفال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر